موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيفة الزوان نخصصها اليوم لمناقشة آخر تطورات الملف الروسي الأوكراني في تصعيد يحمل مؤشرة خطيرة حذر مسؤول في الخارجية الروسية من أن حلف الشمال الأطلسية الناتو يقترب من مستوى خطير ينذر بالمواجهات العسكرية المباشرة مع روسيا ورغم احتدام التوترات وتهديد رئيس الروسي فلاديمير بوتن باستخدام أي وسيلة للدفاع عن الأراضي الروسية بدأ الناتو الأسبوع الماضي سلسلة من التمارين الحربية السنوية لاختبار مدى جهوزية الدول الأعضاء لأي ضربة نووية محتملة على سعيد آخر أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اتصالات هاتفية مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي لمناقشة النزاع في أوكرانيا وحذر من استعدادات في أوكرانيا لاستخدام قنبلة قادرة وهو ما اعتبرته كييف سخيفا وخطيرا متبعا لهذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو الخبر في العلاقات الدولية الدكتور الحسن أقرطيت أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا سيدة فاطم أمرح أهلا وسهلا التوتر إذن بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسية الناتو يزداد ويتصاعد يوما بعد يوم ما دللت هذا التصعيد الأخير دكتور أقرطيت أعتقد كما قلت على أن هناك تصعيد متواتر خلال الأسبوع الأخيرة وخصوصا خلال الأسبوع الأخير وأعتقد هذا بالنظر إلى ظروف الحرب من جهة وبالنظر إلى المنعطفات التي عرفتها العملية العسكرية على المستوى الميدان كذلك بالنظر إلى أننا قبق قوسين من دخول الفصل الشتاء وما تشكله الجغرافية في العملية الحربية وما تشكله على المستوى التموضع وإعادة التموضع للقوات على المستوى الأرض بطبيعة الحال الكريملين أو روسيا بشكل عام هي تزيد من الضغط الآن هي تضيف ضغط آخر على العواصم الغربية وعلى القيادة السياسية والعسكرية لأوكرانيا على اعتبار أن هذه الدول تخشى الآن من اقتراب موسم الشتاء وبطبيعة الحال حسب الخبراء العسكريين يشكل هذا الفصل سيكون لصالح الروس على اعتبار بالنظر إلى الخبرات التي ركمها الجيش الروسي فيما يتعلق بالحرب في ظروف قاسية ولذلك فكل الضغط الآن هو خلال هذه الأيام المتبقية أو هذه الأسبوع المتبقية لدخول فصل الشتاء وبالتالي فحديث روسيا عن إمكانات استخدام سلاح دري على المستوى سلاح دري أو ما سمي بالقنبلة القادرة أو التهديد أو كذلك الحديث عن إمكانية تفجير الطاقة محطة الطاقة الكهرومائية أي تفجير السد الذي ينوجد بمنطقة كخفكا هو تهديد مبطن بطبيعة الحال للدول الغربية وللقيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية هل يمكن في اعتقادكم أن تتورط روسيا اليوم في مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو هل يمكن ذلك؟ أعتقد أن السؤال هو معكوس هل ناطو سيتورط أكثر في الحرب الروسية الأوكرانية هو في حقيقة الأمر أن الحرب منذ بدايتها كانت حرب روسيا غربية بطبيعة الحال ولكن إلى حد ما بالوكالة لأن في نهاية المطاف الجيش الأوكراني كل الأسلحة التي يتوفر عليها الآن هي إمدادات للعواصم الغربية ولأعضاء حلف الناتو وبالتالي لحدود الآن وأشرتهم في بداية التقرير على أن روسيا تتحدث عن التورط المباشر للناتو في حين أن المساعدات حلف شمال الأطلسي هي مساعدات معلنة هي مساعدات مستورة هي مستمرة هو إمداد بأسلحة الدفاع الجوي لذلك أعتقد على أن ما أشر إليه الروس هو إمكان التورط المباشر بمعنى دخول قوات على الأرض وما دمنا نتحدث عن هدف فما روج مؤخراً وخصوصاً هذا الأسبوع عن أن تواجد الآن فرقة المجلقة الأمريكية مياه واحد على الحدود الأوكرانية الرومانية هو مؤشر أساسي في تطورة هذه الحرب سؤالي هو حتى أوضح أكثر اليوم سؤال بارز يطرح مع هذا التوتر بين روسيا والغرب وبالنظر إلى الإمكانيات المالية والعسكرية التي يتوفر عليها الناتو هل يمكن أن تواجه روسيا كل هذه الدول؟ في نظر الله أعتقد على أنه ستكون هناك مواجهة مباشرة بين روسيا وبين حلف الناتو نحن نتذكر نتائج الكاريتير للحرب العالمية وبالتالي فروسيا التي فقدت في عهد الاتحاد السوفيتي 26 مليون شخص عسكري ومدني وبطبيعة الحال هذه الترسانة الضخمة التي تمتلكها روسيا الآن بالإضافة إلى الترسانات الضخمة التي يمتلكونها الغرب لا أعتقد على أن الطرفين سيعملان على تدمير العالم على اعتبار أن الأسلحة هي على المستوى النوع والكيف هي أكثر تدميراً للقرى الأرضية أكثر مما كان عليها سالفاً لذلك أعتقد بأن هناك حدود لهذا الاستضام المباشر بين روسيا وبين في إطار دائماً هذا الاستضام الأسبوع الماضي الناتو بدأ سلسلة من التمرين الحربية السنوية لاختبار مدى جهوزية أعضائه في حال تعرضوا لأي ضربة نووية محتملة كيف تقرأ هذا التوقيت؟ ربما ألا يتسبب في حدة التوتر أكثر مع الجانب الروسي؟ أولاً لا أعتقد على أن روسيا هي بصدد تهيئ لضربة نووية ضد عضو من أعضاء الناتو لأن في نهاية المطاف معاهدة الدفاع الجماعي سيتم تفعيلها في حالة وجود هذا التهديد ولكن فيما يتعلق بأوكرانيا أنها دولة غير عضو على المستوى حلف شمال الأطلسي صحيح بالنظر إلى العقيدة العسكرية الروسية هناك إمكانية لاستخدام السلاح النووي التكتيكي تم الحديث عنه ولكن فيما يتعلق بما قامت به روسيا مؤخراً خصوصاً بعد ضمها للأقالم الأربع دونتيسك واللوغانيسك وزابوريجي وخيرسون وبكون أن هذه الأقالم أصبحت محمية نووياً وبالتالي السؤال الذي يطرح الخبراء هل يمكن أن تعمد روسيا إلى اعتماد إلى استعمال قنبلة نووية تكتيكية فأعتقد هو بالنظر لتطور العمليات العسكرية على المستوى الأرض ولكون لحدود الآن لأن في نهاية المطاف هناك لحدود الآن تردد غربي كبير جداً في دعم أوكرانيا بالأسلحة النوعية أي الأسلحة التي يمكن أن تطال الأراضي العميقة لروسيا وأعتقد طالما بالنظر إلى العقيدة النووية روسيا طالما أنه ليس هناك تهديد مباشر لوجود الدولة لأننا نتحدث على أن هذه العقيدة تتحدث عن تهديد وجودي للدولة فأعتقد على أن روسيا ستكون حذرة جداً في استعمال هذه السلحة أكثر من ذلك إسمعني روسيا دائماً كيف تنظر لهذه التدريبات العسكرية اليوم التي يقوم بها حلف النيتو كيف تنظر إليها هل تأخذها بجدية أم ربما تقول بأنها تنظر إليها بعين كما نقول يعني بعين القوة بعين استعراض العضلات أنا أعتقد على أن معاهدة من انتشار الأسلحة النووية لسنة 1968 ومعاهدة حضر استخدام الأسلحة النووية التي تم توقيعها سنة 2017 أن تعرف هذه المعاهدات السلاح النووي كسلاح ردع كسلاح لعدم الاستعمال بل هو سلاح للردع وبالتالي لا أعتقد لأن لا روسيا ولا حلف الناطو بإمكانهما استعمال هذا السلاح أتحدث عن السلاح النووي الاستراتيجي صحيح أن هناك الآن على المستوى مركز الدراسات وعلى المستوى بعض العواصم على الحديث على إمكانية استخدام السلاح تاكتيكل وحقيقة أنه ليس لا روسيا ولا أعضاء الناطو ليس هناك من دولة الآن تكون أن تكون هي الأولى السبقة في التاريخ لاستعمال السلاح نووي تاكتيكي الآن تاريخ يتحدث عن استعمال السلاح النووي سنة 1945 نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كان سلاحا استراتيجيا فيما يتعلق بهذه الأسلحة النووية التاكتيكية بمعنى دات المدى المحدود جغرافيا أعتقد على أن كما قلت بالنظر إلى تطور المعارك على المستوى الأرض بالنظر إلى كون أن روسيا تحتل إلى حدود الآن 15% من أوكرانيا لا أعتقد على بالمنطق العسكري أن هناك حاجة لاستخدام السلاح النووي التاكتيكي لأنه ينبغي الإقرار وينبغي القول على أن روسيا تمتلك أسلحة أخرى بإمكانها أن تستعملها روسيا لديها الآن إمكانات ضخمة لإطالة أمد الحرب لأنه كما قلت روسيا تربح الوقت للدخول إلى فصل الشتاء وبالمقابل دول حلف شمال ناطو تحاول أن تضغط من جانبها عبر هذه التدريبات العسكرية وعبر هذه الفرقة المجمولة الأمريكية المتواجدة على الحدود الأوكرانية الروسية نقف عند هذه الفرقة نتحدث الآن عن الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي آخر تطورات واشنطن قامت بنشر هذه الفرقة فرقة 101 المحمولة جول للمشاركة في التدريبات العسكرية يعني ومعلوم بأن واشنطن كانت قد قالت وصرحت بأنها لن تتدخل في أوكرانيا وستكتفي فقط بالدعم المادي واللوجستية اليوم ما قامت به هل نفهم بأنه دخول مباشر للولايات المتحدة في هذه الأزمة وهل سيغير من مجرى هذه الأزمة؟ موضوعيا أنا في اعتقادي على أن ما يحدث الآن سواء تجيش الجيش الروسي وتسخين كل جبهات الآن أو ضرب كل الرقعة الجغرافية لأوكرانيا أو هذا الحشد على المستوى بيلاروسيا أو هذه التهديدات بالقنبلة القذيرة أو بتفجير المحطة الكهرمائية التي قد تغرق أكثر من 80 بلد ومدينة وبطبيعة الحال إرسال هذه الفرقة الأمريكية أعتقد بأن الأمر هنا يتعلق بطاولة المفاوضات بمعنى بتحسين شروط المفاوضات أعتقد بأن هناك مفاوضات الآن جارية بين الطرفين وبالتالي كل ما يحصل الآن هي أوراق ضغط ستحضر على المستوى المفاوضات الروس يريدون صفقة سياسية مع الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا وفيما يتعلق بالأقاليم التي تم احتلالها الآن والتي تم ضمها مؤخرا وبطبيعة الحال المؤشرات الكبرى كما المؤشرات الكبرى هي الاتصالات بين الوزير الدفاع الروسي وأربعة وزراء دفاع على المستوى حلف الناتو الفرنسي والبريطاني والأمريكي والتركي وينبغي أستحضر هنا ما قاله وزير الدفاع البريطاني من أن بريطانيا هي مستعدة لمساعدة الطرفين على إيجاد حل سياسي لهذه الحرب كذلك ما أعلن عنه وزير الدفاع التركي كون أن تركيا هي تعمل الآن بعد صفقة الغداء أو اتفاقية الغداء هي تعمل الآن على تقريب وجهات النظر والمواقف بين الطرفين المتحاربين لذلك كما قلت على أن نداهبون على أن المعطيات على الأرض هو أنه رغم الجيش ورغم التصعيد على المستوى الخطاب إلا أن في حقيقة الأمر لكن نجد في هذه الاتصالات الهاتفية بين سيرجي شويغو ونظرائه الفرنسي والبريطاني والتركي يعني في الحقيقة الرد كان هو الرفض رفضوا ما قاله سيرجي شويغو بخصوص أوكرانيا يعني كيف نفهم ذلك طبيعي جدا أن يكون البيان المشترك بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بوجود تهديد أوكراني باستعمال سلاح قدر هو لأن حسب القيادة السياسية الأوكرانية أن هذا يشكل ذريعة لروسيا لاستخدام سلاح نووي تاكتيكي بمعنى للقيام بضربة استباقية لتصعيد الأزمة لإكتيال القيام بضربة استباقية وأكثر من ذلك خلال صباحة هذا اليوم تم نشر خبر على أن الجيش الروسي فعل الإجراءات لمواجهات الخطر الإشاعي بمعنى أن هناك خطر إشاعي وشيك وبالتالي أن محذر منه وزير الدفاع خلال الأيام الآخرة هو قد يكون قاب قوسيني أو أدنى من مسألة تنفيذها على المستوى الأرض لكن كما قلت على أن الصورة العامة وعلى أن السماء العام لما يحدث الآن على المستوى الأرض هناك بطبيعة الحال هناك تصعيد على المستوى الخطاب من أجل انتزاع مكاسب على المستوى طاولة المفاوضات دخول المسيارات الأوكرانية دخول التجارب الصاروخية التي تقوم بها كوريا الشمالية نختم بالخطوة التي قامت بها واشنطن والتي تحدثنا عنها عن نشر الفرقة 101 في اعتقادكم ما التدعيات المحتملة لهذه الخطوة أعتقد على أن هذه الفرقة لن تتدخل في أوكرانيا بمعنى أنها لن تدخل مباشرة إلى الأراضي الأوكرانية أعتقد على أن تواجد هذه الفرقة هو رد على الحشد الروسي على المستوى بيلاروسيا بمعنى أن هناك تخوفات من أن يكون الجيش الذي أعد على المستوى بيلاروسيا هدفه ضرب عضو من أعضاء حلف الناتوك خصوصا بولندا ورومانيا وليتوانيا لذلك هذه الفرقة من الممكن أن تتدخل في حالة الاعتداء على عضو من أعضاء حلف الناتو إذن كيف ستكون السيناريوهات المصارات المحتبلة لهذه المواجهة اليوم بين روسيا والناتو؟ كما قلت على أن الحرب هي مرتبطة بالجغرافية وأن عامل الطقس هو عامل مهم الآن هناك ربح الوقت من الطرفين هناك صراع مع الوقت لا سواء من جانب روسيا لا سواء من حلف شمال أطلس هو الخوف بطبيعة الحال هو أن يدخل هذا الفصل بقساوته وبالتالي ستكون الظروف الميدانية هي لصالح روسيا وكما قلت على أن الحرب في نهاية المطاف هي أعلى درجة على المستوى السياسي والحرب في نهاية المطاف هي بعد استعصاء الحل السياسي بين الأطراف المتحاربة في نهاية المطاف هذه الحرب هي التي تخلق التاريخ هذه الحرب هي التي تشكل منعطف على مستوى التاريخ وبالتالي أن داخل لغة صعيد هناك عملية للتنفيس لعملية التنفيذ فيما يتعلق بالميدان وأعتقد كما قلت على أن المفاوضات كانت دائما حاضرة قبل الحرب وأثناء الحرب وخصوصا كما قلت الآن هناك مفاوضات قوية بين المعسكرين ونعتقد أن السيناريو الأكثر في نظري السيناريو الأكثر عقلانية الآن هو أن هناك اتفاق وشيك بين الغرب وروسيا نعم الخبير في العلاقات الدولية الدكتور الحسن عقرطة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضحات ختم فقرة ضيف الزوال مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابع للقاء